في مخاوف فيه قلق التوتر نفسي هو الحوت يعني يكد يكون شساية حاجاتي كثير بتأثر فيه اي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نوم واول حاجة اضطرابات في النوم نوم قصع بيضحى مخدوط بيضحى مخدوط كده لا قلق نفسي واضح بس يعني ايه البنية حضوط التاور انهيار الجرج الجرج قائم في حياتك عايش معاك بقى اي فترة ممكن يكون تفكير ممكن يكون رأي ممكن يكون علاقة ممكن يكون اي اسلوب حياة بس ده كان خاطئ وبيأذيك يحوط خلوا بحايا نهار ويحل محلو نور بقى شمس الضلمة دي تفك بقى وتروح يحل محلها نور الجرج ده لما حينهار هيحصل عندك عمليه التوازن هتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يحوط واضح انه ما تشفت زين الفترة دي فعلا التقلبات الموت قوية يعني هو اصلا اللحوت موته متقلب زي زي الابراج المقاية التانية متقلبين المزاج جدا بس بقى يعني كمان التقلب حاد فيه حدية في التقلب الدنيا هتبتزي هتلاقي ان البوت بقى رشي على وطير ع شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فاتت دي بداية الشهر ده اه اه الظروف مش مساعدك اولي حول نفسك تعمل حاجات توقف تي حاجة موقفك الموقفك ده انا مش عايفة اقول ده خوفك لان انت عاديت مرحلة الحظر انت مرحلة خوف خايف تاخد خطوة اه ايه الموضوع خايف مش شايف الطريق قدامك او الان من حاجة القلق ده من من منعكس هنا في النوم برضو خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف اه ايه الحالة دي بقى انت ادرب بقى وضاعك وحنشوف يمكن الموضوع يلقب حالة عطسية لما نقرأ حالة عطسية يمكن ده يكون تأثير حالة عطسية ذا اللي عمل لك القلق ده بس في خير جاي لك يحوط انت طبعا الحوط معروف بطبته انه هو بطيب الحوط طيب ويعني عملك خير بحد اذن الله خير ده يرجع لك او حاجة انت اشتغلت عليها مدة طويلة وعملت فيها مبهود كبير بس ما فلتش ناتجة ما جالكش المردود حيكل دلوقتي الناس اللي عنده اورق المتعلق الحجان من المجموعة يقول عنده موارس المتعلق أفكر دورت الفلوس اللي هي لك من شخص كبير ده دورت وقضايا وثيمة متعلقة ووقفة إن شاء الله الخير جاي فيه خير جاي زي ما قلت فيه فلوس من شخص كبير بإذن الله اللي حادث الورت والقضاء أو القضايا مرة تتبقش عليهم فيحود أنت تقريباً أثقت الظلم يعني أثقت الظلم بحد أو أثقت الحكم على حد ما تتسرعش في أحكامك يحود أنت تلقائي جداً تلقائي وبتعقوي قوي فبتعذي ممكن تعدي منك حاجات سحب بسطة عنك لو أنت ظلمت أحد قليل رجع نفسك تاني وأنت يعني أكيد هتقرب غلطك أو على الأقل تحاول تصلحوا فيه كرت العدل زي ما قلنا إما فيه ورق حكومي متعلق أو أنت خأس الحكم على حد أو على شيء تكتحرمت أنت حكيم يحود وزارة درجة الحكمة حكيم عارف بسقي تفكر لوحدك وتشتغل لوحدك ويعني آخر انتجام عقلك اللي أنظم نورها بسه ومو نور وفيه أفكار بديلك وأنت يعني محوطها لوحدك عايز تكون لوحدك وتفكر لوحدك وتشتغل لوحدك أم 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 الأحياربنت الناس اللي لسه ما تجاوزوش بس العلاقة قائمة ما فيش علاقات جديدة في الحوت في فوق المجموعة دي ما فيش علاقات جديدة العلاقاتهم قائمة في حالة ارتباط أو خطوبة أو شيء في إثمان زواج الأحياربنت الناس المتزوجين الله أعلم بيمروا بظلوف صعبة شوية أتمنى أكونوا غلطانة بس من الواضح أن هما ينوروا بظلوف صعبة شوية طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها الواحدة يا جديدة كده تفترح إحنا عايشين في البابل برعائتنا يعني فوق بيبقى عامل كده النفسه بلونا وقاعد بها وبيحلم موضوع الديدريمينج أو الأحلام اللي يقظ عنه عالية جدا بيحلم يحلم ويفكر بس الحلم ده هيتحول لهدف هيبقى عندك حالة إثرار ومصابرة إنك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي طبعا الحوت كبرياء وعالي جدا يا زب يوصفك قد إيه أنت شخص يعني عندك كبرياء وعالية نفسك وكمان شخص يعتمد عليه الحوت في المسئولية جبار جبار يشيل مسئولية ويمكن كمان يشيل أكتر مما ممكن يا زحمد بس احنا قلنا الموضوع ده تتغير السنادي يحوط تنطح وبقى بيشوف نفسه واللي لسه ما حصلوش التغيير ده يبتدي يمكن ده يكون التغيير اللي انت محكينه يحوط حالة التضحية والعطاء اللي بلا مقابل وبلا تفكير وحاجة مش منطقية كده لا ياريت البرج ده ينهار ويبتدي يبقى الموضوع فيها عقلانية نزي كل حاجة مفيش مشكلة بس لازم لما نزي لازم يكون في مقابل لازم لما نزي ما نبقاش بينا على نفسنا فهمته قصدي ما نكونش على نفسكو بالطريقة ده احبوا نفسكو شوية مثلا ما دينوش قانانية ده حب ازداد لازم تحبوا ذاتكم شوية الحالة المالية ماكيش فيها تطور ماكيش فيها تطور المرحلة ده ماكيش طفر ماكيش طفر ماكيش طفر إنما في أفكار شرغالة هتحول لأهداف تشدوا حالكو والناس اللي اللخين على الزواج بإذن اللي حيتم مضروف مقدمة حسن القلق والخوف دي يا حوط يعني كيف حاول تعزيها بسرعة وتشط بدلها هدف احلم بهدفك إن شاء الله هتوصله حالة توازن إن شاء الله دخل عليها يا حوط وحالة موج البحر اللي انت تيه ده شوية فرحان شوية زعلان شوية متساق متشائم خلاص الدنيا هتبقى فيها بعلم هيبقى فيه شوية توازن في الحالة المزجية بتاعتك دي قراءة المجموعة الأولى اللي عنا طيب هنشوف الحالة العطفية للمجموعة الأولى ورجي الحوط طيب مش هزاكوا تخافوا القراف أولها كده مش مريح بس هقول لكم حاجة حالة وفي الاخر حوط مش حاسة في شريكو خالص شريكو مش مهتم بيه خالص المجموعة الأولى اه نخصف مشاعر جديدة عايز اهتمام بقى عايز اهتمام ويا كده يكون عايز اهتمام من اي حد بقى مش بس من الشريكو من كتر ما هو عندي تعطش في الاهتمام نخصف طاقة جديدة طاقة خلصانة خالص طاقة خلصانة بخ باي باي اه شايف شريكو ازاي الحوط شايف شريكو ازاي queen of one شايفو قائط قائط شايفو مبدأ وشايفو يعني خيالو حالو تفكيرو كوي بيحب طريق تفكيرو الحوط بيحب طريق تفكير شريكو وشايفو ان هو قائط كوي ومفكر كوي طيب ايه دا اخلو بقى بالعلاقة ايه دا اخلو برومانسيات بقى الشريك مش عايز يزايك مشاعر يا حوط هو ماسك على مشاعر ليه ممكن يكون دا بسبب خبرة قديمة حولته لهذا الشخص ان هو ما بيحب الشيء دي لقى المتقرق ابي كده وكي يكون هو طبقه كده ما بيحب الشيء دي ماسك على الحاجة ماسك على مشاعره ماسك على اهتمامه ماسك على كل الحاجات دي هو ماسك فعلا وهو عنده مشاكل كتير شريك عنده مشاكل كتير وعنده فهم كتير وفيه حاجات كتير قوي بالدور بناهو دلوقتي بناهو مشغولة بحاجات كتير قوي قوي فسوريا قولك مش بايلك ده اللي اناش هيفاد دلوقتي ومحتاج كمان ده هو بل محتاج مساعدة لك يعني فيه درجة انت عايز ايه ومحتاجه منه هو مش هقدر يديولك في فترة الحالية ده بقى صعب صعب لما يكون الشريك عايز اهتمامه وعايز حب من شريكه وشريكه اصلا فيه اللي انت فيه وعايز دعم شريكه اصلا فف Steven beautifully صعبه بس شايفك ازاي شايفك اعتصال مش احتصال شايفك اعمان شايفك صورة حلوة لبنوث الصورة عاملة ازاي صورة امان صورة عائلة عائلة يعني انتو لو لسه مت جاوسوش فهو شايفك العيلة بتاعاتو البيت بتاعه لو انتو مدى زاوجين فلما زال الشاجط الصورة دي ان انت البيت وانت العيل الطاقة ببينكم في تقاريرات سريعة بتحصل كل فرحة بجيدة خير بقى مش خير هو في الاخر شكله خير بس الاحداث سريعة التواطر مش عارف كلمة دي صحرة دا لأ التواطر الاحداث عندوك سريع الرسم سريع بس هو خير في النهاية خير ايا كان ان شاء الله خير اللي احنا طبعا عارفين مين اللي بيعلن هنا الحوث بيعلن طبعا لغمس اي ذاته خلاص انت مش هتديه تمام فالسيد الحوث دا يتبقى وقع ايباته ويدخل في حالة مش هايز اقول اكتئاب لا دعم يعني اه دعم محبط شوية حزن التي تتقلم مين اللي بقى كل يوم بيعدي شايف شريكو ما بيهتمش او ما بيصلحش او ما بيحاولش ان هو يعالج اللي بيحصل صزمه بيزيد لكن وبإذن الله يا ربا أكون صح شهر كمان وهتتفقوا على حاجة خلاص هتتطلحوا هتتقربوا الرتم السريع ده تبتدي مشاكل تبتدي حال تتعطش انت للعواطف دي تبتدي تنزل عندك او هو يبتدي يلبي شوية يبتدي شوية فانت تهدف فهتبتدوا ايه تقربوا برثوا هتقربوا ان شاء الله هتقربوا الحائلة اللي انتوا فيها دي ان شاء الله هتعدي زي ما قلت الحود بيعدي بأهله او بالناجل مسؤولة منه من مرحلة ضيق او مرحلة خوف وقلق او او مشاكل لبر الامان اهلا يا راشد منور حبيبي ازايك اهلك بيعتمدوا عليك يا حود لو هم صغيرين زي ما قلنا اصفال صغيرين انت الامان انت اللي متش علقين فيك انت اللي بتعدي بيوم انت المركب اللي بتعدي بيوم انت قائد المركب اه وبتعدي زي ما قتلك يحود من احنا ورايح على وجوء المية بقى حتستقر وهتبقى يعني مفيش موق مفيش عواصر الدنيا هتبقى رايق او هدل خوين الحالة المادية بإذن الله يا ربت لها تطور كويس جدا يا حود الحالة المادية تطور اه في امال من الحالة المادية مش حاملهم مش حاملهم مش حاملهم الفلوس مش حاملهم الدخل الدخل الحمد لله ثابت والحمد لله فيه بركة ربنا يزيد بس برضو كل ما يجدنا حاجة لازم تطلع حاجة لله عشان ربنا يدارك اكتر اه لو انت داخل بيزنس دلوقتي يا حود تبتدي شغل جديد جوء هاج الوقت ده كويس جدا ان شاء الله التطور المادي عنده كويس قوي 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 برضو يا حود ما تتغرش اي نجاح او اي حاجة ربنا يبعت حالك اعرجوك نتصاش ان اتفقد الجوهر وكمان ده يوسف الحود انه هو شخص مخيب وكريبي وقفة بقى وندلع نفسنا الحود زي ما قلنا الحود ده ينسى نفسه خالط في المواضيع دي بدلع كل اللي حواليه ونغمشهم كده ويجي عند نفسه وهو ينسى نفس الخط اه اخدلك اجازة ايوها اخد اجازة انا اه سافر مكان مش كبه ان تسافر لو الموضوع محتاج وقت وانت ما عندكش الوقت ده إن شاء الله حتى تتروح تخرج مع صحابك. قضي وقت كويس. وكمان فور اب وانزة بيدل على الاحتفال. الاحتفال بييه بقى اه ايوها زواج. الناس اللي لسه متجوزوش. في خطوبة طبعا في علاقة. إن شاء الله في زواج. عندنا ايه تمام؟ داخل على مرحلة جديدة ياخوت. ثقتك في نفسك عاجب. بتطلع للامام. يعني مش شايف الارض تحتيك. انت بصت فوق. بصت فوق. وطموحك عالي. قوي قوي. يعني ان شاء الله خير. استخلي بالك يحوت. وانا بقول لك من دلوقتي هو عشان. وبقول نفسي معك. العقبات كثير. عايز دي عقبات. كل شوية تطلع من عقبات تخش في عقبات تانية. تطلع من مشكلة تخش في مشكلة تانية. مش شارطة يكون الموضوع اللي علاقة بهدفك. ممكن حاجات بتأثر عليك من بره. تعتطلق الوصول لهدفك. ودي كمان ممكن تكون خناقات ومشاكل. لو في اثراف كثير في المشاكل زي ما انا شايفة. نحيهم يانبا لو سمحت. كون ريواسع كده. انا اعرف احل مشاكل لوحدي. لو هي عقبات اس بس مكانة. كمل. هتوصل للي انت عايز. عندنا كين من الافكار. من ده طبعا بيوجد في الخورس ومش محتاج الوصف ده. قد ايه هو بيحتمل بشيكو جدا. يعني بطريقة متوازنة ما بيأضورش في الحكاية الحب والمشاعة دي. بس الحب عنده شيء مهم جدا جدا. وقد ايه هو بيحتمل بشيكو. وبيدلع شريكو جيد دان جدا. وده حالة وحالة الابراج المائية على فكرة يعني كلها سرطان. حوت اقرب. الثلاثة عندهم نصف باب. الحبيب او الشريك بنسبالهم. ام يعني متدلع. على قد من ربنا يقدروا طبعا. الاخ ده تان اف سور. حوت انت واخد تعانات. واقلام ومشاكل. لما اكتفيت لما قلت يا بس خلاص موت للألم انا اجعلت اقول ده انت خلاص اتعودت على الموضوع ولا المشاكل دي هتتحلل وحدها الكل شيء نسبب لك ألم ونغف عليك حياتك بالطريقة دي وطبع اتنع فيه شوش يعني لو الحاجة بتبقى قد كده هو تأثيرها عنده هي بسجامة القلم دي بقى جد حينتجي موت للألم ان شاء الله اما انه هتتعود عليه وحتتعايش معاه فخلاص مش هيأثر فيه الجديد يعني او انه الحاجة دي هتتحل وانت هتفوق فوق بقى فلس هتفوق في عندك حالة هروب يحوت بتحرب من حاجة بتحرب من مواجهة مواجهة الماء لان المواجهة هتكون عنيفة دي بقى حل مشاكلك بدل المسايا لو شايف ان المواجهة دلوقتي هتسبب مشاكل وحتى تكون فيها توطر استنى لما تكون مستعدة في مواجهة من حاجة يحوت يا رب يا رب فعلا اتمنى حاجة كنت بتعاني منها الجسديا او نفسيا بقى لك توطرة هنصحى 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 هنفوق واي ان كان الشيخوت بتعاني منه جسديا ده ان شاء الله حيدوث او حتى نفسيا هتفوق ستفوق ستفوق عندك اللي هو عارفينه الحماس حماس جديد جدا تصبح جدا يعني بتبقى حماس اوي اوي للحاجة وبعد كا تذهب كيف بتبقي حاجة جديدة بتبقى مستمتع بها اوي في الاول بعد كده بتذهب خلص اللي وراك يعني وانا بقول لنفسي معي خلص اللي وراك لما تبتلي حاجة خلصها للآخر ثلاثة ده في النص والثبت وزي ما قلنا في بورس هنا ده شح يتكلم ويدنا جنبك دي ده وريد مننا الجفزل وينصحك نفايح مش مفيدة من الزلك خالص أرجوك قوله رايح على جنب كده أنا عارف اضبط مهي فاي خلص القرية الحوت بيعزي من أزمة ودولع ان شاء الله بهدوق استقرار نفس المعنى هنا مشاكل خطى على مط من كل ناحية من كل ناحية مشاكل من كل حيطة مسئوليات على مشاكل على صدمات حاجات صدمات ما يخصر مط فيه معافاة فيه موت للألم ده اما انك هتتقود عليه وتتعايش معاه او انه حيتحل هيزود احتفال الناس الثلاثة متجوزوش من الحوت فيه زواج ان شاء الله بس طبعا علاقة طائبه مديش برضو علاقة بجيدة للحوت داخلين على مرحلة بجيدة يا حوت وكلكم تساؤل وكلكم أمل ومش بصين على الأرض أطلع بقولك بصين فوق فيه معافاة جسدية ونفسية ان شاء الله اللي كانوا بيعانوا من اي حاجة نفسية او كمان ده إلقاء حكم نهائي هتزور حكم نهائي بجاح قضرية الماء خلاص والحوت ده لما بيقول حاجة ما بيرجعش فيها الحوت طبعا عطف وحنان واحتمال ده ده بالشريك خلي بالك المرحلة جديدة اللي انت داخل عليها اللي انت متحمس لها دي حوت فيها مشاكل كتير أرجوك ما تزهقش انت بتبقى متحمس في الأول أول ما تقابلك مشكلة تجلق كم متر كم متر فيه مواجهة انت بتهرب منها مش عايز تواجهها إما انك انت عامل حاجة غلط وبيتحاول ان انت متوجيش او في حد عامل فيك حالة غلط وانت مأجل او بتهرب من المواجهة دي لان هي حيكون حيكون مواجهة شديدة حيكون عنيف مواجهة حل الأمور بدول مازلية يا حوت ولو شايفنا الوقت مش مناسب استنى وقت احسن من ده حالة المادية فيها تطور ما شاء الله اللي عايز يعمل بيزنس دلوقتي الحوت او اي مشروع بداش بيزنس اي حاجة فيها استثمار او اي حاجة فيها حتى لو حاجة تغيرها يعني مشروع تغير بوق هاد الوقت دلوقتي تغير جدا في تطور مادية عندك يا حوت ما شاء الله ريا برضو حلو جدا تندع على تاني اقول الجزء تاني برج الحوت طيب شرط الظريف شرطنا اوكي احطي الورأ عبير الااسلام يلي حاببتي سكرا ا significance احطي الورق امممممممممممممممممممممممممممممم مرحلة الثانية هو جهود قرار عطفية. الحوت عايز ايه? الحوت عايز انتصار وحاسس انه هو مهزوم. من الشريك. حاسس انه هو مش واخد حقه. وعايز انتصار. محتاج طاقة انتصار. عايز توازن اكتر نفسه توازن في العلاقة وشايف انه هو يتكسم مش متتويت. شايف اكيد طبعا انه هو بيضي اكتر وشريكه ما بيضي لوش. شايف شريكه ازاي? بنفسه. قاعد جوه نفسه. لا شايفه ولا سامعه ولا يعني او مش عارف حد مش عارف يوصله. شريكك عايز ايه؟ عايز يكون الامر الناهي. ده المسيطر. عايز يكون مسيطر على كل شيء. ما حدش يقوله انت بتعمل ايه؟ وعاية كمان ان هو يعني ينضج اكتر عطفيا محتاج ينضج عطفيا اكتر وياخد شوية قرارات صعبة شعيكك اللي بيهرب كمان معاك يا حمود هو كمان بيهرب من المواجهة خالد من المواجهة لان المواجهة هتبقى مش حلوة شايفك ازاي؟ شايفك بتشتغل على حاجة جديدة تشغل على حاجة جديدة الطاقة فيها حزن وفيها قلم ايوان عاصفة الحوت دلوقتي هو وش بيكو؟ هم جوه العطفة يعني شايفين الصحيات ده والمهر احنا جوه العطفة طيب بفون المرحلة دي انتو يعني كل واحد بيتصرف بعطفوية زي ما مقضينا هروب انت بتهرب والشريك بيهرب فايه؟ مشيين الدنيا كده بفونتينيس كده بتلقائية بعطفوية ثمان مفيش مشكلة فالدنيا مشية الدنيا مشية الشرق تطلع والدنيا مشية مفيش مشاكل خالص فيه حسد يحود جاي لك اقتش في العلاقة يعني هي عين جاي في العلاقة على خلص حسد شطان يعني اللي هو بقى يعني احنا بنقول هو يا اما اعمال او انه هو حسد شديد طبعا احنا عارفين بقى خلاص اكلمنا في موضوع الحسد ده كتير زي نحصن نفسنا ونحصن ازواجنا والعلاقات بتاعتنا شريك بتاعنا من موادية الحسد دي يعني هي نقطة بس فيه دوران عجلة الحظ كمان شعورين الدنيا هتبتدي تفك وهيحصل تغير في المصار المصار هيتغير السكر اكيد المصار هيكون احسن من اللي احنا في ده القلب المجروح او الحزن والقلم ده ان شاء الله هيتغير قريب هو مش قريب قولي لسه قدامه فترة شوية لغاية ما دا يحصل دا ما شيفك شيفك كده يحود اشتغله على نفسك ما تستان نشيق من شريكك اوي اعتمد على نفسك انت في المرحلة دي لانه ما ديش حجوب صلى هو مركز في نفسه تم اصلا ولما بيحاول ليقرب منك مش بيوصلك اهو فيعني اعتمد على نفسك في المرحلة دي درجة ما ان شاء الله العالى لديك دور والدنيا ان شاء الله